السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد وريتين جديد الريتين بتاعنا النهاردة جميل جدا تابعونا الاخر الفيديو ان شاء الله الفيديو يعجبكم قبل ما ابدأ معاكم حاب اقول لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ناجوة سالم ودي قناتي فضلا وليس امرا لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا على كل عشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها جديد مبدئين النهاردة كنت حابة نظف الصالة تنظيفات عميقة لكن ما عرفتش هنظفها تنظيفات عميقة اقول لكم ما عرفتش هنظفها تنظيفات عميقة ليه نظفها تنظيفات شبه عميقة في اول حاجة كده في البداية بدأت اعملها في التنظيفات مساكت الشباك وبدأت انفض في الشباك يعني في الاول كده رحت جايب الفرشة ونفضت السلك ونفضت الشباك من اي نوع من التراب وبعد كده روحت عشرة. بتاكد مفيش اي نعم اللي اتربة مسكة في الشبابين. رحت الجاي بفوت وبدأت نفط في الشباك كتير. بعد كده بدأت نفط في الستير. زي ما انتم شايفين كده السطرة دي جميلة جدا وشيك وحلوة خالص. لكن في نقطة التنظيف دي صعبة. ان انا نفطها عادي خالص نفطها. لكن في نقطة الغسيل دي وحشة جدا. بالنسبة لمنص دايرة دي مش بتتفكه اصلا. لكن الجواني بقدر افكها واخسلها وارجحها دي خالص. لكن النص دايرة زي ما قلت لكم صعبة جدا ان انا افكها اصلا. بصوا. انا حاولت ان انا فكها بس بصراحة قلت مش هعرف ارجحها تاني. هفكها واضعية عليها. لا مش هفكها اصلا. وهسيبها كده ونفطها. قالولي لا ده المفروض يبقى صناعي هو اللي يفكها وتخسليها ويرجع يركبها تاني. طب الصناعي ده هيقعد معايا. لحد ما اخسلها وتنشف كمان ويرجع ويركبها. قلت على اي هي بس فيها احب الطرابة نفطها كده وخلاص وكافى الله المؤمنين هشر القتال. عمتا النوع ده من الستير عايز اقول لكم اضعف الايمان انك انت هتنفضيها مرة كل اسبوع. ما بتنسكش فيها اي حاجة. لكن آآ عايزة اتنفضيها اكتر ومن كده انا بقول لكم انا بنفضها مرة واتنين وثلاثة في الاسبوع. لكن اضعف الايمان انك انت مرة واحدة في الاسبوع وبكده تكون تحافظ عليها. لكن عارفين الستير اللي هي بالمواسير اللي تقدر تخلعيها اللي هي الموضة اللي هي حلوة جدا اللي بتدي شكل حلو وشيك وجميلة. تقدر تخلعيها من المواسير وترجعيها تاني. دي لذيذة. دي حلوة. لذلك باقي الاماكن او باقي الشبابي كله في الصلوة انا هعملهم بنفس الاستير اللي هي بالمواسير عشان تبقى سهلة جدا في الغسيل وان انا قدر انا اضفها. لكن الاستير دي بجد يعني هي نقطة التنزيز دي فيها واحشة كده. بعد ما نفضت الستير بعمل ايه? رح تجاب الانترية وبدأت انافس في الانترية تنفيض الضمير. من وقت للتاني بشيل الشلط بتحت الانترية وهنفض الانترية كويس جدا. عشان ممكن يكون انا مراح تحت الشلط اه ورقة لب اي حاجة اي حاجة ممكن تراب. ده اضعف الامام يكون تراب تحت الشلط فانا من وقت للتاني منفضها. ولذلك انا بلاقي يعني تحت الشلط ورقة وبلاقي حاجات كتيرة تحت الشلط. فعلى طول دايما بنظف الانترية ده تنظيفات كده او بنفضه كل من وقت اللي التال بنفضه تنظيفة تنفيضة بضمير. ونيجي هنا للتنظيفات اللي معرفتش عاملها عميقة. هقولكم معرفتش عاملها عميقة ليه? المفروض طبعا ان انا كنت اشيل السجادة اصلا. وابدأ بعد كده اعمل ايه? انظف الصالة واروش مية واجيب مساحية ومنظفات. والحاجات دي كلها وابدأ انظف الصالة تنظيفات عميقة. لكن عشان السجادة ما اقدرش اشيلها اصلا اولا السجادة تقيلة جدا. جدا. وحايزة اتنين تانية عشان خطر انه هما يشيلوها محايا. وكمان انا حبيت ان انا اللي اطوي السجادة كده او هلفها هو واكمس تحتها ونظفها. معرفتش عامل كده خالص. اولا الانتريات تقيل جدا. والسجادة تقيلة. وانا اصلا من نوع ان انا اشيل اي حاجة تقيلة. عشان كده معرفتش اشيلها اصلا. اه هو ده اللي ما خلينيش ان انا اعمل ايه? انظفات العمقى. فالاول كده راح تكنسل السجادة كويس جدا. وراح تجايبها الانتري ولميت الادارية زي ما انتوا شايفين جدا. وكمان الجوانب بتاعت الستير لميتها عشان خطر انظف كويس. السجادة طبعا انا كنت احب ان انا امسح السجادة. او معنا صحيح مش امسحها اخسل السجادة. واشيلها عادي خالص. خاصة استجاد الفاتح انا عمدا بحب ان انا آآ نظفه وبحفظ على نظفته. لان اي حاجة في استجاد الفاتح بتزهر عليه. يعني اقل غسيل فيه بيزهر عليه. وانا بحب اخسل دايما بالمية. بصوا انا جربت قبل كده الغسيل استجاد على الناشف هي اقدت اسبوع تلات تيام اربح تيام. يعني ما طولتش اكتر حاجة اقدتها اسبوع. فانا عملت مجهود. وفضلت اخسل واخدت وقت وانا باخسل في العلان الناشف وكده. وفي النهاية مفيش وقت خالص مالهاش عمر طويل. يعني تقعد فترة طويلة انها مظيفة. فانا عملت مجهود على الفاضي. فبالتالي لو انا باخسل بالمية بيكون احسن وبتقعد كمان شهور. مظيفة السجادة شهور. انا كنت حابة اعمل كده. لكن عشان خطر ان السجادة تقيلة جدا. فانا معرفت اش اعمل كده خالص. وزي ما قلت لكم السجاد غسل السجاد عن ناشف تانا معرفت اش اعمل. والاول كده بيحتم نظفة السجادة تنظيفة بضمير وبيحتلمة الانترية زي ما قلت لكم الانترية تقيل جدا. وكانت معاناة وعمل شط بالنسبة لي ان انا اقدر احرك الانترية. حرك الانترية وبعد كده راح تحطها في النص كده. ورجبت المكنسة وكنسة تحت الكنب. والاكل الجوانب اللي كده اللي حوالين السجادة دي نظفتها بضمير. وراحت مشغلها المروحة بعد طبعا ماكنسة ومفيش اي نوع من الطراب وكده عشان خاطر ان الارض وانا بامسح تنشف بسرعة. رحت جايبة الشرشوبة وجايبة الجردل وبدأت امسح الارض زي ما انتوا شايفين. وطبعا وانا كنت نزلت لها. هنا الصالة عايز اقول لكم ان هي مش في مستوى واحد في درجة اعلى. الناحية اللي فيها الانترية دي فيها درجة اعلى. انا طبعا كنت احبة ان الصالة تكون في مستوى واحد يعني بلاش حكاية ان هي الدرجة الاعلى دي شوية بس هي مدي بياها منظر لكن في نفس الوقت حسه انه ان دياق للصالة عمرا يعني. ah عن متى انا بحبة الاماكن الواسعة لكن مش عارفة يعني. ما علينا. المهم انا internation الناحية اللي فيها الانترية وانزلت طبعا كانست كله مع بعضه عشان الطراب ما يرجحش على اي حاجة انا مسحتها وبعد كده رحت جايب الجردل وحط فيه منظفات وحط فيه مياه وبدأت اعمل ايه بعدات امسحت بالشرشومة مسحت اللي عند الانترية وبعد كده نزلت مسحت في الصالة تحت او كملت باقي الصالة تحت وطبعا كنت مشغلها المروح عشان خطلت نشف معي بكل سهولة همسح الصالة كلها بصوا الدرجة الاوطى شوية او اقل شوية في الصالة دي اللي هي بعد الانترية انا بحط فيها السجادة دي سجادة دي بتكون خفيفة شوية بقدر اشيلها ونفضها هادي واخسلها هادي خالص ما فيهاش اي معاناة عكس السجادة اللي من فوق تبقى سهلة فانا لميتها طبعا ونفضتها وبعد كده كناست الارض وبدأت امسح وكمان الطرقة هنا زي ما انتو شايفين برضو مسحتها وكنت طبعا مسحة القضو مسحة كل حاجة بصوا بالنسبة للمية اللي انا بامسح بها مش بامسح بالمية كلها يعني الجرد اللي بحطه بحطه جردل واحد وامسح بي لا خالص انا بغير المية كل شوية يعني كل رقم من الانترية ده يعني كل ناحية بخد لها جردل بحط منظفات بحط مغطارات بتاعتي اي حاجة وممكن نحطش اي حاجة خالص وامسح عادي لكن بغير المية على طول باستمرار كل خطوتين كده بروح مغيرها المية كل خطوتين بغير ما بعرفش امسح غير بالشكل ده. انا بغير المية كمان وبشطف الشرشوبة كويس. تحت الحنافية كده وبشطف الشرشوبة كويس جدا. وبعد كده بعب المية بتاعتي. لكن ما ينفعش ان المية اللي كلها طرواب مكان ما مسحت. وارجع امسح بها الدنيا كلها. احس ان الارض لسه مش نظيفة. لازم زي ما قلت قبل كده او دايما وابدا ان الارض تديني لمعة. لما بص كده من بديد بلاقي في الارض لمعة. وبالذات دي او حتة دي بتخليني ايه? اتأكد ان الارض نظيفة معي. عشان تبقى مشبرة كده. لما الارض بتكون مشبرة ما تكونش نظيفة اصلا مش بتأكد انها نظيفة. بيكون لعيف الشرشوبة على فكرة او لعيف في الارض انها مش مكموسة كويس. فانا عشان النقطة دي برضو باهتم ان انا اتمس الارض في الاول وبعد كده بعمل ايه? بغير المية باستمرار وفي نفس الوقت قلت قبل كده برضو ان انا بحط الشرشوبة في كلور وبحطها في فبريل ومية سخنة وبسيبها وكده تكون معي نطفت تماما لما اجا مسح بيها. انا قلت قبل كده الموضوع ده. بعد طبعا ما خلصت مسحه وما خلصت مسحه في الطرقة والارض نشفت معي. رحت جايب السجاد وبدأت افرش السجاد بتاعي ورجعت طبعا الانتري برضو مع المعاناة. رجعت الانتري مكانه وده افكر الستاير زي ما انتو شايفين كده ورجع الستاير زي الاول بس بس هنا ستارة متعدلتش معي كويس ما خلتش بالي على فكرة غير بعد ما صورته هنا برجع الفيديو كده لقيت ان انا معدلش الستارة كويس. اه وكده اكون انا خلصت السفلة والصلاة معي بقيت تمام بقى اللي مجهود واقل حاجة بقيت جميلة. بصوا هي اللمعة دي. اللمعة اللي بقودها دي في الارض هي بتأكد ان الارض اللي هي ندفت وبقيت تمام. وبصوا الحاجة انا ما بحبش ان انا اكسل على حاجة. ممكن اكون مسحك اعود يوم واحد وارجع عام ساحتاني واعمل الموضوع ده. بصوا الانتري ده والليلة اللي انا عملتها كده واشد الانتري واسحب الانتري ده انا بحمله مرة او مرتين في الاسبوع. بجد يعني مش بحس ان انا مسحته اصلا. تازم بعمل كده. طب انا خلاص خليها مرة في الاسبوع عشان ظروفي وكده ما اقدرش رشيل حاجات تقيلة. لكن فجأة والله العظيم مش عارفة. مرة واحدة تلاقيينك كده بحرك الانتري وبعمل حاجات دي الواحدة يعني مش عارفة مبرمجة ولا ايه. بس هو الموضوع التحول بس مش اكتر. بكده انا فرشت الانتري فرشت عليه بيضوت وحطيت بوسوسي جده. كان نفسي ان انا اخسلها بس ما عرفتش عمل كده. خالص كمان كان نفسي ان انا شيلها الله المستعين في الحمد لله على كل حال. اه اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم وبسوه. بعد ما خلصت كل حاجة ورتدت ونظمت كل حاجة. هوريكم كده كل المكان. دي ستجادة اللي قلتقوا عليه ان انا بفرشها في الدرجة اللي من تحت. هنا لسه كان مفروض ان انا بحط الصفرة ما طلحتش الصفرة اصلا. لسه ان شاء الله الايام جاية هطلع الصفرة. واحدة واحدة كده لحد ايه مراجع شقة زي الاول. اتمنى النهاردة زي ما قلتقوا من الفيديو يكون عجبكم. وتنسوش تعملوا لغاية للفيديو. وتحياتي نجو.